أتعشق مثل الرمى والشجار فاتهدى الضياء لها يا قمر أتعشقها أمر سيت لحالي فاجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الرمى والشجار فاتهدى الضياء لها يا قمر أتعشقها أمر سيت لحالي فاجئت تشاركني في السهر أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم وأيامنا كلها في سفر وتخدعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر أيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقول منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الضفر وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من أهلنا من غابر فقل لي بربك أخبرهم وأحدث بها خبرا عن خبر فأبدى اشتياقا لهذا الحديث وزاد اتلاقا يسر النظر وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال الأمات الظلال وأحيى بهدي الكتاب البشر أقول وقد شاهدت بقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر أولئك من سطروا للعولى أجل الصفات وأعلى السيار رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعاني على طرفه وتصح على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر سلوا حد قاوم عصف الظلام وتهزأوا بالفسق النظر فهلا جعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأبى الضرر ومن لدن الله في دربه كفر المهيمن من كل شر يعزه على المرء أن لا يرى شباب الهداية يأمل خبر ويكره قلبي دليل الخطى فتن بين الترابي محتقر فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة تنحدر وشر المصاهب يا إخوتي نالين وقد كان بلا نظر ذكر علم ونور الحاملات سنى ونور والرسمات هنا سرور يا حلوة تلك سنة كانت لنا الدار منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة